دعنا نقول آخر فيديو يعني نزل تقريباً كان هو كان ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة مقام نهواند مقام حالم وجميد طالما مقام نهواند مقفوش 3-4 تون زي ما تعلمنا في أول الحلقة يبقى احنا نروح للأساليب التعبيرية أكتر من الأساليب اللي فيها استعراض ولكن احنا عندنا في النص في جمل فيها 3-4 تون فيها تحويل موسيقي فاحنا عندنا المثال هيبقى فيه الميكس بتاعنا ده فبنقول يا حبيبي يا حبيبي فيش باور خالص؟ مقام هادي أنا لسه في بدايته الليل وسمى ونجوموا أمروا أمروا صغروا الحوار اللي احنا لسه قنا بنقوله الوقفات وانت وأنا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا كلنا في الحب سوا ها ه نكشب كل wirklich هادي جميل طيب هاطلع هوحلة بال versekg يبقى لازم الطااق يطلع استعاد معضلةνεع بشكل أه прог�� يتفتح شو عشان يساعدني أخرج كل اللي أنا عايز أخرجه أنا بقول ها لو حضريك قلت حرف الها هتقوله إزاي ها مش هتقول ها هتقول ها يبقى ولها يبقى أنا هنا برجع للفوناتيكس أو صفات الحروف أو أصوات الحروف زي ما هي طالعة في العربي أنا هتطالعها في الغنى ألاقي نفسي بغني صح لوحدة والعكس لو لات نفسك بغني وحش تعرف أنت كنت بتنطقي وحش آه والهوى آه منو الهوى آه منو الهوى آه منو الهوى صغران الهوى يسقينا الهانة ويقول بالهانة اللي جاي فيه بقى الثلاثة ربع ده فهعمل ايه؟ آه 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 دي بوزيشن اختلف كله يا حبيبي يا الله نعيش في عيون الليل ونقول للشمس آه تعالي 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 بعد سنة مش قبل سنة هطلع في لفل أعلى فلازم قدي بردو باور آه في ليلة حب حلوى بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة الله والله الله يا دكتور والله يعني أنا لو مش هبوصلهم الكدرك كان مفروضة أمقف وسائف والله بس يعني بس يعني